اشتركوا في القناة لا شك أننا نتعامل في بلد قانون فما نريد حقيقة إلا أن نكرس ثقافة القانون العلان التي تفضلت عليه قل الاعتداء على الموظف العام ممكن تصل من 50 دينار إلى 500 دينار والموظف العام يشمل كل التخصصات كل موظف حكومي في مكان عمله اليوم مهنة الطب مثل ما تفضلت في المقدمة لها خصوصية تستحق حقيقة أن نحد من هذه الظاهرة لأنه لما نتكلم عن العنف في المنشآت الصحية أو التحرش في المنشآت الصحية أو الاعتداء في المنشآت الصحية ربما نتكلم عن الطبيب ولكن واقع الأمر نقصد كل أفراد الفريق الطبي لأنه يمثل القدوة ويكاد يكون الرمز الأساسي في هذا الموضوع لا أود للحظة أعتقد أنه المشاهد يعتقد أنه فقط الطبيب الذي يتم اعتداء عليه فيه صفيرة صيدنا صيدة لطبيب الأسنان العلاج الطبيعي الممرض التمريض كلهم وكان يعني إذا كان لي بس أني أقول أنا تشرفت بخدمة الأطبة كأمين عام الجمعية الطبية يمكن إثناء السنة في البدايات كان الضحية التي هي عشان يطلب المساعدة القانونية أو يعني يشرح موضوعه يكون ذكر يشتغل في الطوارئ وغير كويتي بعد فترة أصبح تييننا ضحية كويتية طبيبة كويتية وبالجناح ويعني تطلع بعضنا فبالتالي أصبح ما عاد هناك نمطية بقدر ما نريد أن نكرس هذه الضقافة اليوم لما نتكلم عن القانون كيف ممكن أن نردع بالقانون من خلال تغليط العقوبة المطروح الآن على مجلس الأمة هو إضافة على قانون مزاولة المهنة قانون مزاولة المهنة قديم من الثمانينات فاليوم سيضيفون فقرة التي هي الاعتداء على الطبيب من خلالها من يتعدى على الطبيب لفظيا عقوبة ممكن تصل إلى ستة شر سجن أو ألف دينار غرامة من يتعدى بدنيا وهذه جنحة الجناية من يتعدى بدنيا ممكن أن تصل إلى خمس سنوات سجن وثلاثة آلاف عقوبة يعني دينار فمثل هذه الأشياء من خلالها نحاول نوصل الرسالة يا جماعة مهما كان هناك اختلاف في وجهة النظر نحن في الطب وأنا أدرس المخاطر المهنية بحكمة طبيب مختص في الطب المهني دائما نقول لحق طلبتنا لا تكون في خصام مع المريض أو ذويه بحيث أن يكون من المنتصر لا كلنا يجب أن ننتصر ويجب أن نتفهم الجانب الاجتماعية والنفسية والظروف التي تحط في المريض وذويه مرة أخرى لكن ما يطرح يعني أحيانا تهكم مرة وضحك مرة أن نعلم كاراتي ولازم يحمون نفسهم لا أبداً ما هذا الموضوع يجب أن يكون هناك ظروف تحمي حق المريض في أنه يسجل تحفظه حقه في المعرفة يتابع إذا كان هناك شك في أي يعني خطأ أو إجراء أو عدم انتظام الأمور هذه نحن اليوم مثلا خطينا خطوة حتى في الدخول على الطبيب هناك أولوية لكبير السن هناك أولوية للمعاق هناك أولوية لحالة من حالة تستدعي مثل هذه الأشياء لكن هذه الرسالة يعني أنا ما أريد أن نتذكر بعض الحالات التي تم التحقيق فيها ما كنت أمين عام الجمعية الطبية مثلا في الذاكرة القريبة مدير مستشفى الأميري نعم وهو كان يحاول أن يمتص ويصل إلى يعني توضيح أو حل مع المراجع الذي كان طبيب مريض في داخل المستشفى كان يعتقد أن بعض الأدوية يجب الحصول عليها وطبيب المعالج مراضي يعطيها فلما حصل للشد والأخذ استخدم يعني آداء حالة وأكسر إيده مثل من تلوم مثلا أذكر مرة من المرات وهذه الحين حتى سووا فيها يعني خلنا نقول دياغرام كنا في برمضان يعني طبيب فقد يعني عين اليمينة أو جزء كبير من مقدرة البصر فيها ليش؟ لأنه أراد أن يفحص المريض قال حق أهله طلعوا لو سمحتوا وفي خصوصية أفحصها نعم أخذوا عطا وقال الولد اللي معاهم وصلوا لأمر هذا وهو وهو يتم الاحتواء أو القبض عليك كان يقول بكرة راح تتنازل مثل كذا 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 لو تشوف الناس اللي توسطت بالأمانة العامة للجمعية الطبية وكلهم يقولون أم محرولة أبو مخرف هو وضعا الاجتماعي كذا وهو بكل عنجهية وصلة يقول مثل هذا الكلام ويمارسون ضغوط من جميع الاتجاهات للتنازل على الطبيب لذلك يمكن من الطريف اللي أنا أعتقده ربما مفرحة ومؤلم أنه أصبح في نص القرار أنه لا يجوز التنازل للطبيب عن ما يعتدي عليه على أساس لا يتحرض للضغوطات لا يتحرض حتى هو نفسه ولا يملك هذا الحق بالتنازل هذه من ضمن الأشياء اللي نحاول نوصلها نريد حقيقة أن نكون متحضرين نريد في نفس الوقت أن نرتقي بمثل هذه الممارسة نحافظ حق المريض لكن من جانب آخر نحن ندرك أنه هناك أكثر من عامل لكن الذراع القانوني هو ما اتفقت عليه كل الحلول مطروحة في جميع نحاء العالم العنف المنشاة الصحية أو الاعتداء على طب ترى ليست خصوصية كويتية نشوفها في كل مكان مرة المتعاطي يدخل مرة اللي يبيدوه معين يدخل مرة اللي يعني ما يبينطر دور يدخل ويعمل المشاكل هذه فهذه موجودة يبقى القضية الأخرى اللي ربما من المفيد أن نذكرها نحن لما نسافر برة عشان تعلم أنا أتذكر في بريطانيا لما كنا نتخصص جزء من قبولك لممارسة المهنة أنك تتعلم مو بس الإنجليزي اللحجات لعيوز اسكتلندية أو والزية أو بكل الترمينولوجي أو المفردات اللي يستخدمها للتعبير مرة عن العوار مرة كذا هذه مضم التحديات اللي حنا نشوفها أنه في ظل الرغبة في مواكبة التطور السريع تحتاج أطبه أطبه أحيانا يحتاجون مو فقط ناحية الفنية المهنية لكن ربما حتى مهارة التواصل في أنه يفهم لغة المجتمع يفهم العادات والتقاليد يفهم الخصوصيات الحساسة في مثل هذه الأمور عشان يتجنب سوء الفهم الذي يصير مهنة حساسة جدا ويتعامل مع ناس أيضا عندهم معاناة كبيرة مثل هذه دكتور أحمد هل الدكتور هذا يأخذ دورات في التعامل مع سلوكيات ونفسيات مع المرضى مع مختلف أنماط المجتمع هل ترجح مثل هذه الدورات للأطباء أنا أدرس في كليات الطب نعم وخريج كليات الطب أنا أذكر جدا كانوا يعلمون أن عند فحص المريض يجب أن تستأذن ويجب أن تشرح كل شيء وأنت تفحص طالع ويها لا يقول أخ أو آي أو كذا لدرجة أن فترة أيضا محررة في القبس الصحي فكنا نسوي لقاءات ويا الممتحنين الخارجيين فأذكرها تماما في ذهني كانوا دائما يقولون إحنا يعجبنا قضيتين معاملة الطالب للمريض واحد واحترام المريض لمدرسه ثمين وهذه من ضمن الأشياء التي نتعلمها من نعومة أظافرنا الآن ربما خريج الكويت خريجها الثقافة لا يحتاجها لكن بالتأكيد يحتاج نوع من الجرعة التأهيلية في مهارة التواصل مرة في خصوصية المجتمع مرة أخرى في موقع الأب في موقع الأم في موقع البنت وكذا أنا أذكر مرة صار سوء فهم كثير لأن كنت أنا أشتغل في العدان فدخلت علينا بنت مريضة فالدكتور اللي وياي فحص ما شاف فيها شيء نسميه نحن حيان هستريكا لو كذا فقال البنت تدلع وهو قال تدلع ما بغل لا أروح يمكن بالتقافة اللي عندنا شوياي ما حالة مقبولة عندهم فهذه من ضمن الأشياء اللي حنا نحتاج حقيقة أن نمارسها تفقي مهارة التواصل لا تقل أهمية عن العلم والتأهيل دكتور قبل الله نختم بلا شك مثل هذا القانون في صالح الطبيب وفي صالح المرضى وفي صالح رعاية الصحية بالكويت بشكل عام لكن بس ننوه عشان نأكد حق اللي بعض قد تحدث نفسه بأنه يتطاول ترى القانون هذا راح يدخل حيث تنفيذ متى ولا بلش هو الآن فيه إدراج مجلس الأمة التلويح فيه بحيث شيء جيد وإيجابي يرسل رسالة الآن القانون موجود في مجلس الأمة صلى سنوات تبعا إضافة هذه الفقرة والدفع فيها لو كانت الحسنة الوحيدة من الاعتداء على مدير مستشفى الأميري من حلق جوع عام يساعد في تفعيل هذا القانون واصداره بأسرع وقت خاصة أنه معالي وزا الصحة الدكتور جمال الحربي متبني أيضا لعله هذه تكون فيها مثل الصدقة الجارية لكل الإجار بالتأكيد ومن يمتهم هنا إنسانية مثل هذه لا يستحق إلا الاحترام والتقدير وكذلك المريض من يعاني كذلك يستحق الرحمة وشفقة كل الشكر لك الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة صحة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة